السلام عليكم انا عندي هنا جوة الفانكشن اللي هي المين فيه فاريابل اسمه x وبعدين استعداد الفانكشن اللي هي الماي اف وجوة الماي اف بقوله اتباع لكيمة الـ x ده لو جيت اعمل كومبايل للكود ده هيقول لي error x wasn't declared in this scope يعني بقولك الـ x مش متعرفة في الـ scope ده اللي هو السطر الـ 16 ايه بقى حكاية الـ scope ده كلمة scope معناها المجال المجال بكل بساطة هو المكان اللي انا اقدر فيه اوصل الفاريابل بتاعي يعني المكان اللي الفاريابل متشاف فيه يعني ايه الفاريابل متشاف فيه انا عندي هنا جوة المين معرف الفاريابل اللي هو الـ x فالفاريابل x انا بقول عليه انه هو موجود جوة المجال بتاع الفانكشن اللي هي المين طب المجال ده بيتحدد بالاتنين كل بريس دور يعني هو موجود جوة الفانكشن بتاعت المين فهو موجود في المجال بتاع المين عشان كده اقدر اوصله من المين من غير اي مشاكل ولكن هنا في الاف الفونكشن دي ليها اسكوب تاني خالص هي شغالة في مكان تاني غير المين يعني المين شغالة في قوضة الماي اف شغالة في القوضة اللي جنبها ما لهاش علاقة بالقوضة بتاعة المين فهي مش شايفة ايه اللي موجود في القوضة بتاعة المين فعشان كده هي مش شايفة الفاريابل اللي هو الاكس فبيقولك ان هي مش في الاسكوب بتاعها يعني الـ variable اللي هو الـ x مش موجود في الـ scope بتاع الـ function بتاعتي يبقى ده ببساطة كده اللي هو الـ scope يبقى الـ scope المكان اللي أنا الـ variable بتاعي متشاف فيه أو أقدر أوصل للـ variable بتاعي في المكان ده طيب لو أنا عايز الـ myif تشوف الـ function أو الـ variable بتاعي اللي هو الـ x فلازم تبقى موجودة معاه في نفس الـ scope طيب الـ x موجود فين؟ في الـ scope بتاعي المين؟ طيب هنا الـ myif موجودة فين؟ موجودة في حاجة اسمها global scope global scope اللي هو الملف بتاعي من برا طيب لو أنا عايز الـ function f تشوف قيمة الـ x هنا عندي حلين أول حل يا إما خلي الـ x موجود في الـ scope بتاع الـ myif يا إما خلي الـ myif موجودة في الـ scope بتاع الـ x طيب تعالوا نشوف أول حل إن أنا خلي الـ x موجود في الـ scope بتاع الـ myif يعني أنا عايز أخلي الـ x موجودة في الـ global scope ولو الـ x موجودة في الـ global scope أنا بقول عليها global variable ولكن لو هي موجودة في scope تابعة function معينة بقول عليه اللي هو local scope فبقول عليه local variable يبقى أنا ممكن أخد الـ x ده واشيله بكل بساطة وحطه في الـ global scope بتاعي وكده هتبقى الـ myif شايفاه لأنه هو موجود في الـ global scope فأي حاجة موجودة في الملف بتاعي تقدر توصل للـ x ده ولو جيت عملت save واعمل compile للملف هيعمل compile وهيشتغل تمام هيقول لك from if طبعا هو عملي شغال الفنكشن الأول وبعدين شغال اللي هي الـ from المين اللي اتنين شايفين الـ variable بتاعي لأن الـ variable والتنين function موجودين في نفس الـ scope طيب لو أنا عايز الـ variable بتاعي يبقى الـ scope بتاعه المين بس مش عايزه يبقى موجود في الـ global scope وفي نفس الوقت عايز الـ function بتاعتي توصل للـ variable ده أعمل إيه؟ الحل الثاني إن أنا أخلي الـ function نفسها موجودة في الـ scope بتاع آآآ المين function طيب تعالوا ناخد الـ function دي وندخلها جوه المين function أنا جرب نحطها هنا في الآخر نشوف هينفع ولا لأ لو جيت أعمل save أنا في مشكلة بيقولك expected مش نافع إن أنا أخلي آآآ الـ function موجودة جوه المين طيب يبقى كده الحل الثاني بتاعنا مش نافع طيب أنا هو في الـ c++ فيه طرق إن أنا بيتحيل عليه إن أنا أعمل function جوه function تانية إن هي الـ c++ بتمنع إن أنا أعمل function عادية جوه function تانية بس في حاجة اسمها lambda function وفيه طرق إن أنا بتحيل عليه بس أتم حاجة اسمها struct فإحنا مش هنغوص في التفاصيل ديت نحن نتكلم بس في الآيسيات فنخلينا في الحل الأول إن أنا بخلي الـ variable بتاعي يبقى موجود global scope طيب فيه بقى مشكلة في الـ global scope إيه المشكلة؟ المشكلة إن الـ global scope آآآ الـ variable بتاعي بيفضل موجود طول فترة البرنامج أو طول ما البرنامج شغال فيه حاجة اسمها lifetime فترة العمر بتاعت الـ variable هيعيش قد إيه؟ الـ variable بتاعنا فترة عمره من أول بدايته أو من أول تعريفه لحد ما الـ scope بتاعه ينتهي يعني لو أنا عامل variable جوه الـ function اللي هي الـ my-if فالـ variable ده هيبقى lifetime بتاعه من أول تعريفه لحد ما الـ function بتاعتي تنتهي طب لو أنا عامله global scope global scope ده البرنامج كله فهو هيفضل موجود طول فترة البرنامج طيب ده وحش في إيه؟ وحش في إن أنا ممكن أقول الـ variable ده أنا محتاجه لمدة صغيرة بس أنا محتاجه في الفترة دي بس وبعد كده مش محتاجه فلو أنا خليته global أو حاطته في scope كبير فهو هيفضل موجود عندي في الزاكرة لفترة طويلة واخد مكان على الفاضي فعشان كده إحنا بنحاول نتجنب إن إحنا نشتغل بالـ global scope وبنخلينا دايما نحن نشتغل بالـ local scope طيب الـ local scope عندنا بين اسم لنوعين في حاجة اسمها function scope أو functional scope وحاجة اسمها block scope functional scope ده الـ scope اللي بيبقى متعرف عن طريق function والـ block scope ده الـ scope يبقى متعرف عن طريق أي block of code سواء بقى الـ block of code ده كان block of code لـ F أو لـ 4 أو block of code كده وخلاص أي 2 curly braces الـ C++ بتتبع نظام الـ block scope يعني أي 2 curly braces عرفتوا جواهم variable فنقدر أوصل للـ variable ده جوا الـ 2 curly braces دول وبس ما قدرش أوصله بره الـ 2 curly braces دول طبعا ده مفيد أكتر يعني أنا عندي مثلا الـ loop الـ 4 الـ variable بتاع اللي هو الـ i مثلا الـ counter بيبقى متعرف في الـ scope ده بس في الـ block scope بتاع الـ 4 بس لكن بعض الـ 4 بينتهي لأننا خلاص مش محتاجه مثلا بعمل شرط معين أو عندي if condition وفي مجموعة أكواد أنا بنفزها في الشرط ده ففي variable آآ أنا عملته جديد فلو الأكواد خلصت أو لو الـ block ده خلص فخلاص الـ variable بيتشال طبعا كل ده بيوفر معايا أكتر في الزاكرة يعني هلاقي هنا أنا عامل block scope فاضي يعني هو 2 curly braces وخلاص مش بتاع F ولا 4 هما أي 2 curly braces بنقول عليهم block of code وهنا الـ x مش متعرف عليه يعني لو أنا جيت عملت save وجيت أعمل combine الملف بتاعي هيطلع علي error هيقول لك في السطر التلاتاشر اللي هو السطر ده آآ from main بيقول لك x x wasn't the clear in this scope يعني اقول لك الـ x مش موجودة في الـ scope ده لأن آآ الـ x موجودة في الـ scope اللي هو الـ block scope ده ولكن مش موجودة في المين scope طيب آآ آخر حاجة معنا بقى وهي حكة nested scope لو أنا عندي scope جوا scope زي مثلا أنا هنا عندي scope بتاع المين جوا scope بتاع الـ block مين بيوصل لمين؟ طبعا زي ما احنا شوفنا ان المين مقدرتش تدخل جوا الـ block ولكن العكس ممكن يحصل يعني لو أنا عندي variable هنا قلت له into y بيساوي آآ خمسة وجيت هنا جوا الـ block scope قلت له see out للـ y آآ نشيل بقى الكلام ده نشيل الـ function مش محتاجينها خلاص نشيل البروتو طيب بتاعها لو جيت اشجل الكود ده هيشتغل من غير اي مشاكل طبعا لي خمسة لان البلوك ده ليه اكسس او ليه وصول على البلوك الكبير بتاعه لان هو موجود جوا المين؟ فيبقى ليه وصول للحاجة اللي موجودة جوا المين؟ النسل scope لو أنا عندي scope جوا scope فالقانون بتاعنا بيمشي من جوا لبرا يعني الصغير بيشوف الحاجة اللي موجودة في الاكبر منه وهكزه ليحيد ما يوصله لل ولكن الكبير ما يقدرش نشوف الحاجة اللي موجودة جوا sol الصغير اللي موجود جواه زى المين ما يقدرش نشوف الحاجة اللي موجودة جوا البلوك كدا ولكن البلوك قدر يشوف الحاجة الموجودة جوا مين وده كدا يا السكوب بكل بساطة يبقى علسب هو المكان الليiana variable بتاعي متشايف فيه اقدر اوصله من المكان ده عندنا نوعين من الاسكوب global scope ده اللي هو السكوب العام اللي هو بره في الملف اي حد بقدر يوصله والlocal scope بيبقى scope جوه function معينة اللوقة الاسكوب بنقسمه نوعين functional scope و block scope functional يعني scope متعرف في function block scope يعني scope متعرف ب block of code يعني اي اتنين curly braces c++ ماشي بنظام block scope طبعا فيه لغات تانية ماشي بنظام functional scope ان انا لو في المثال اللي فات كان ممكن اوصل لل x من بره الفانكشن انها متحددة ب block scope فهي بيشوف function scope كله ولكن c++ بتمشي بنظام block scope ولو عندي nested scopes فالscope الصغير بيشوف الحاجة الموجودة اه جوه لسكوب الاكبر منه ولكن العكس لا يمكن ان يحدث